بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الفيديو عدد اتنين في موضوع التنسز وطريقة الحل بالملاحظة الفنية إذن ملاحظات فنية لحل التنسز للطلاب اللي ضعف اللي مش غادرين يعني يفهموا الموضوع 100% وبالتالي يعني بحاجة هم بحاجة حقيقة إلى last minute rescue إنقاذ بآخر لحظة طريقة الفنية جملة الامتحان الوزرية بالمضارع منشطة بالماضي ومنفكر في المضارع اللي ضايلات والعكس صحيح نقرأ الجملة الأولى we have bought some paint as we our house tomorrow الجملة شو فيها؟ tomorrow إذن future بطلع وين في عند future yeah we'll paint you are going to paint هاي غلط طعب we will paint ولا we are going to paint هون حكيال يشتري ندهان يعني مخططين ومرتبين ومجهزين مشان ندهان البيت إيش عملناه مسبقا عاملين تحضير اشتري ندهان ليش اشتريناه؟ لأنه بدنا بكرة ندهان إذن الجواب are going to واللي بعرش المعنى يعني لما شرحته في الصف بذكر حكيت لكم إذا ما عرفت تميز بين we will go to والتنين صح إذا كانت اللي أمامك جملتين we our house tomorrow والجمل التاني we have put some paint إذا في جملتين رجح الare going to ليش برجحها؟ لأنه هاي جملة الفيوتر وهاي جملة الدليل أو التخطيط لها وهي الفرق بين going to وبين will الgoing to في تنبؤ مبني على دليل يعني رح يعطيني الدليل في جملة ثم جملة المستقبل في جملة ثانية أو بعطيني التخطيط والترتيب في جملة ثم المستقبل في جملة فإذا شفتم بجملتين لا والله رجح مين؟ ال going to ال are going to this time next year this time next year زي هالوقت السنة الجاي next year future إذن الجواب future هاي بتنب الجواب بثاني زي هالوقت السنة الجاي lie مضارع was lying ماضي إذن شو dial مضالش غير will will be lying واللي حافظ قاعدتها this time مع الفيوتر بدها will be ing لكن أنا بدي أخفف خلص next year لا يوجد في الإدع دائرة غير future شكل واحد وهو ال will هاي present simple وهاي pass continuous شو دخل؟ المضارع البسيط والماضي المستمر في الفيوتر 10 o'clock tomorrow morning بكرة مساء الساعة عشرة حدد الساعة عشرة بكرة المساء I a football match on TV بكون أحضر مباراة قرات قدم بالتلفزيون في مستقبل ال watch مضارع غلط فشو بيضال عندي will be watching ولا I am going to watch إحنا ما بنعرف الفيوتر اللي حدديني الوقت إذا حددنا الوقت متى سيحدث في المستقبل إنه بكرة الساعة عشرة في الليل لا تتصل فيه لأنا بكون قاعد بحضر بدها future continuous تحديد الوقت والساعة في المستقبل بدها إياش future continuous next غزرية في غضون العشرين سنة القادمة هاي future مستقبل إذا الجواب مستقبل ال will غلط will have found بفكر بيها are going to future هل هي will have found لا والله in twenty years time in two years time بدها future continuous يعني will be ing إلا إذا الفعل كان stative ببتصير will have found will have مع verb three ومال going to ملهاش دخل في إياش في هاي الموضوع in two years time in two weeks time in an hour time هذول شلة الفيوتر continuous والفيوتر perfect many people in the war last year last year شو الزمن ماضي إذن الجواب ماضي بسيط ماضي أو البسيف تبعوه ماضي كل مضارع شو دخلها إذن يا killed يا where killed طب was killed was killed خطأ على المفرد والجمع many people شايفين people people جمع فشو بدت تأخذ was غلط إذن killed ولا where killed many people where killed كتل ناس كثيرون في الحرب السنة الماضية واللي ما بيعرف kill يقتل يقتل مين الناس إنه الابجيكت تبع kill أجا في بداية الجملة الابجيكت الكل أجا في بداية الجملة إذن passive الابجيكت في بداية الجملة passive والبسيف تبعي الماضي هو was where و verb 3 إذن many people where killed لكن لو many people جبت هون بعد الفراغ هاي تخيلوا هون بعد الفراغ حطيت الابجيكت فبتصير subject verb object عادية they killed many people in the war last year لو many people أجت بعد الفراغ بتصير الجملة they killed many people subject verb object بتصير عادية we are homework before we watched هاي الجملة watched في الماضي قبل ما أحكي قاعدة before يعني إحنا بطريقة فنية ثانية watched ماضي إذن الجواب إشي في الماضي do مضارع have مضارع إذن الجواب had done واللي بيطبق قاعدة before verb to by the time I got the station حليت هاي الجملة هاي got في الماضي ما وصلت المحطة ولا الكطار امغادر اللي بحل على المعنى يعني أولا غادر الكطار ثم وصلت والحادث الأولى past perfect اللي هي هادو verb 3 واللي بيعرف إيش هاي got في الماضي الجواب لازم يكون ماضي يا left يا had left والfeuture غلط left ولا had left by زائد جملة ماضي دائما بدها إيش بدها هاد دائما by زائد ماضي سنة في الماضي تاريخ في الماضي by yesterday day ظرف بالماضي جملة في الماضي دائما by مع الماضي بدها هاد وفيرب 3 مستر رشاد used to weigh 90 kilos but now هاي في عندي هون now but now وزده 70 كيلوغروم اللي مستعجل ها لو كان الطالب مستعجل رح يختار is or ing رح يحكي is weighing هذا الطالب المستعجل لكن رح ينسى انه الفعل way يزن فعل state فعل جامد non-continuous فعل لا يستمر بما انه way فعل لا يستمر يتحول الجواب من present continuous الى present simple يعني الجواب يا way يا with والhe السبجكت مفرد بدها is اذا شو طالي الجواب he with we are late اللحظة الجملة بالمضارع are the film by the time we get by the time we get برضو get مضارع مش ماضي هذه got في الماضي وبالتالي الجملة في المضارع يعني منشيل اي اشي في الماضي هاد ماضي غلط started غلط start مضارع بسيط ولا ولا هافو started وهي معروفة buy زائد جملة مضارع فيها verb يعني buy زائد جملة فيها verb one على السري شو جوابها future perfect will have و verbi three by the time لم يحكي لي by the time ثم جملة فيها verb one by the time I arrive by the time I finish by the time مع verb one على السري future perfect I lost my key I will have to have another key فراغ هاي حقيقة لازم أنها جبتها بتضع دائرة العادية مش بتنسز لأنها على قاعدة الكوزاتيب في عندي have لاحظوا have ثم another key object هاي هون have وهون بعدها object وبعدها شو ضايل verb three فhave أو أي زمن من أزمانه مع object شو لازم يكون verb three وين verb three made ميد يعني ممكن يجي مع التنسز بس هو عادة بيجي نعم في سؤال تضع دائرة ايه الثاني إنه في عندي have object و verb three قاعدة الكوزاتيب تمرين الكوزاتيب page four بحل الأسرية التنسز مع بعض ايه اي كان هاي رايحة هاي واحد i doing my assignment by seven o'clock tonight شو معنى tonight هذه الليلة future إذن الجواب believe future بل كان يعطيني future واحد ليش يغلب حالي وقرى الجملة tonight future have غلط وfinished ماضي غلط مضلش غير will have finished بحش غيرها ما في غيرها واللي بده الشرح إنه buy زائد future buy زائد future مستقبل يعني buy tomorrow buy next year buy سنة 2025 buy كذا وكذا زي هاي الجملة seven o'clock tonight على السرية على السرية الجواب future perfect will have و verb 3 أما buy مع الماضي شو حكينا من شوي had و verb 3 if she to university her parents will not want اختصار will not be happy مش تحكولي الف موضوع حذف نعم الف بيونت 10 بالمستوى الرابع كلها محذوفة لكن تذكروا بيونت 1 في عندي if close عندي type 1 و type 2 ما عندي type 3 وما في عندي if و unless وما عندي أدوات ربط وتمييز بينهم ما عندي اعمل جملة شرطية الريريت كانوا سؤالين بس you should study و if I wear you I would study و push أو press that button بتصير if you push الآلة بتشتغل وهكذا يعني فهي احنا مطالبين بيها if she to university her parents want will not مدام will بدها verb 1 معناته verb 1 بالدول وين verb 1 بالنفي ya don't ya doesn't إذن الهاد في الماضي والديد في الماضي أعوذ بالله منه يلا don't ولا doesn't شوف قبل الفراغ she مفرد مدام she مفرد إذن شو ديكون الجواب doesn't she doesn't سامي هوم وين ذا ترين ستارتد إيدي الجملة إيش ماضي جملة الوزارة بالماضي إز مضارع غلط هاز غلط شو كيف ما بقراها ستارتد ماضي شو دخل يعني إز مضارع شو دخل يعني هاز مضارع هاز وقت برضو هاز مضارع إذن الجواب وعلى قاعدة وين بس شوفوا ما اريحها بالطريقة الفنية جملة هاي كلمة الفعل جملة في الماضي إذن الجواب إيش بالماضي هاي مضارع وهاي مضارع وهاي مضارع التلاتي خسو وبالتالي الجواب جرش موقع التاريخي لجرش شفتوا شو الزمن مضارع إذن الجواب مضارع بسيط أو البسيف تابعه وأي شيء في الماضي غلط في أول الجملة إذن الموقع التاريخي لجرش يوزار إذن بسيف بويس هاي الجملة كمان في دليل حلو بالجملة إنه في والمعروف إنه الباي بنستخدمه داما بأي تمرين هاي كمل I have بيجي وراها ing لا I have been worked بسيف لأ هاي السنس شايفين سنس ومضارع بدها present perfect continuous I have been working هو معطيني have بس كمل have been working مش have been worked هاي بسيف فجملة السنس والفور بدها present perfect continuous have been ing إنه نور في غضون ساعة in an hour in two hours time in two years time فيها معنى المستقبل I'll يعني I will still فمستقبل مع still future continuous will be ing واللي بيعرفش عالملاحظة الفنية هاي I will نشوف الفعل بعد will I will be ironing will be ing بتزبط لحد ديت الآن I will be been أعوذ بالله من الشياطين بعد will ما بيجي فيربي ثري بيجي infinitive بصرش يحكي I will bin I will ironed اي دي بعد ال will ما بيزبط I will be ironed يا حرام اللي بديو يختارها ديكون مجرم في المعنى يعني أنا بخلال ساعة روحوا شوفوا لكم شغلي هاي هم الجماعة قاعدين بكووا فيي وانا بدي ساعة لما يخلصوا كوي أنا يعني ال person اللي بديو ينكوي لا احنا ما ندخل بها احنا بدنا will be ing مش معطيني هنا will will be ing will be ironing والقاعدة موجودة still مع المستقبل the students have their issues causative زي ما حكيت هاي الاصل خليت هالجملة لمين لبضع دائرة العادي لا يلا تذكير هاي have وهاي their issues object have object have object شو لازم verbi 3 اذا checked اي حتى لو طالب ما بعرف ايه اصلا بعد ال have شو بيكون الفعل infinitive ولا ing ولا verbi 3 كيد verbi 3 i would fly to paris if a plane tickets هاي ال if ومعطيني would ماضي اذا الجواب ماضي verbi 2 وين verbi 2 هاي ها وير ما في غير الجواب where i'm afraid that my laptop by somebody else yesterday شو الجملة فيها yesterday ويستردي ايش ماضي اذا الجواب ماضي اول بس افتبعوا يعني الجواب laptop يا was used يا used هاي ال is مضارع غلط وال will مستقبل غلط yesterday used ولا was used اول شي فيه buy بس voice اذا was used بعدها use يستخدم اللابتوب اللابتوب بالobject تابع use اجا قبل الفراغ اذا بس اذا laptop was used was used انه تم استخدامه من واحد ليلة مبارح هاي مرت علينا في ال if بالسؤال الريرويت انه if you push حتمي رح يصير يعني بدها ايش verb one زائد ال is اذا الجواب الصحيح moves اخر صفحة طريقة الفنية نحل الاسئلة we are late the film by the time we get by the time we get هاي verb one والجملة are بالمضارع اذا الجواب اشي بالمضارع هاي حلينها هالجملة وبالتالي انا بكتب اضع دائرة فبتصير we are late the film will begin will will have started يالتروت كاتب begin will have begun انو by the time زائد جملة verb one by the time مع verb one تساوي will have و verb three by the time مع verb one شو بدها will have و verb three most people the building by the time the fear the fire fighters came came كام في الماضي اذا الجواب اشي بالماضي شو دخل المستقبل شو دخل والمستقبل شو دخل الهاذ مضارع It naturally جواب هذا شو كيف جوبتها من غير مقرر الجملة بس على الملاحظة الفنية الملاحظة الفنية الجملة بالماضي كام اذا الجواب اشي بالماضي مواجدتش غير هاد 失 واللي future uhfaPor and future and future . اما هي هي ، لانها exponentوتEL لانها قاعدة باي زائد جملة . باي زائد جملة ماضي باي زائد جملة فيها ماضي باي زائد يستردي باي . باي We若 Choose using about , يعني باي زائد منj it care öğبتوا أو اي اشي في الماضي هذا وفيرب ثري هاي اللي حفظهم يعني أبوي وقع عن السلم معروف الوائل بدها وازو وير وآي انجي وازو وير مش الزوار هاي واز بينتينج والجملة في الماضي فل يسقط فول فل اللي مش حافظ هاي التصريف فول يسقط فل سقط فول سقط وخلص الآن الجملة البعضي نايتروجين رين وورر فرام اير بلوشن لان هاي الجملة حقيقة علمية والدليل نايتروجين ذكرين جملة نايتروجين والأكسجن والووتر والذى صن والذى ايرث والذى مون هاي حقائق ثابتي بدها مضارع بسيط يعني فيرب ون بس أو بدون اس يعني يا get يا gets get ولا gets النايتروجين يعتبر مفرد اذا شو الجواب الجواب gets nowadays extinct animals بايلو nowadays شو معناها في هاي الايام اذا الجملة في المضارع اذا اذا في ماضي شطب خل نشطب النا اثنين نرتاح ريح راسي nowadays بالمضارع شطب protected وشطب very protected شو ضل عندك ضل عندي يا protect يا are protected بايلو passive voice اذا are protected ولو ما في الشي باي protect يحمي مين الحيوانات الحيوانات اجت قبل الفراغ فبتصير الحيوانات are protected محميه بالقانون الجملة بالمضارع هاد غلط يا هاف نون مضارع يا هاف بالنوينج ونوفع المضارع معروفة since والفور هاي for a long time الفور والسنس بدها هاف وهاز وهالشي لي يعني يا هاف بالنوينج يا هاف نون يلا فكر لي هاف بالنوينج ولا هاف نون هاف نون هون في إن ها هاف بالنوينج ولا هاف نون مين الجواب الصحيح طبعا النو فعل من أفعال الجمود لا يستمر ما في بالانجليزي I have been knowing ولا I am knowing ولا while I was knowing ولا I have been knowing و I had been knowing فعل لا يستمر إذن شو من أخذ I have known آه يور فاذر إلى آخر الجملة they for over for over an hour before I arrived هاي arrived في الماضي فالجواب إيش بالماضي هاف مضارع هاد في الماضي هاي مضارع إذن الجواب هاد هاد بن توكينج خلال سيك على السريع ولو أنت أخذت بفور بعديها فيرب تو وهو نبدأ هاد و فيرب ثري فهاي هاد وهاي بن فيرب ثري ها ما إلك في توكينج يعني هي past perfect continue وصلنا وفي فور الجملة فور فور وسنس مع جملة ماضي بدها هاد بن آي إن جي اتنين بيلتقوا بنفس الجواب اللهم جملة ماضي بدها ماضي جملة نكست نمبر ايت I promise I promise I all the work باي نكست مندي هاي باي نكست مندي فيوتر فمدام بيها فيوتر هاي شكل أنا اللي كاتبها فيه تلات أنواع فيوتر ها باي فيوتر باي زائد مستقبل باي تمورو باي نكست يير باي سنة الالفين واربعة وشرين باي زائد فيوتر او باي جملة فيرب بدها ويل هاف وفيرب ثري باي زائد فيوتر هاي باي وفيوتر وين فيه ويل هاف هاي ويل هاف دن I will have دن جملة قبل الأخيرة I write English stories but now I do هاي لازم تيجي بتضع دائرة على تمرين used to هاي راح نعيد يعني نحل أسألة عليها ضع دائرة فيما بعد لكن نقرأ هل هي used to بالمضارع ولا بالماضي I كنت معتاد اكتب كصص انجليزي but now او ما كنتش بتعود but now I do لما نحكي but now خلاص على السريق هاي بتتكلم عن الماضي لما يكون but يعني زمان زمان ها ايام زمان والله كنت ادخن but now I don't او I do وبالتالي في درس الي used to بتتمي لما تشوف but يعرف ان الجملة اللي قبلها بتحكي عن الماضي ماضي كان كذا وكذا لكن الان تغير وين قاعدت الماضي didn't used to بتصير wasn't used to برضو بتصير قاعد ماضي يعني الام مضارع وهاي ملهج دخل شكلها غلط اذا didn't used to ولا wasn't used to دائما الwas والwhere والis والare لو ادمج القاعدتين بدهم فعل ing بس هون الفعل right infinitive مدام infinitive خلاص ما بده was و where ولا is و are بالقاعد الاولى مدام infinitive didn't used to infinitive didn't used to infinitive وان شاء الله ما نعيد شريحها بعدين the problem effectively last week وين الدليل last week مضارع ولا ماضي ماضي اذا الجواب ماضي اذا في مضارع شيل وبالتالي هز مضارع بشيلها ضل was solved ولا solved ولا had solved last week بدها verb 2 ماضي بسيط last week زي yesterday اذا بدها verb 2 او الباسف تبعو يعني yeah solved yeah was solved اذا الجملة عادية solved وذا بسف was solved solve يحل يحل المشكلة وين اجت المشكلة هي ال problem اجت في اول الجملة اذا الجملة passive اذا شو باختار was solved the problem was solved لكن لو problem اجت هون هون بعد الفراغ بتصير i solved the problem i solved the problem لكن ال problem اللي هي object solve اجت في اول الجملة صارت passive فباختار من the problem was solved هيك بكون انتهى الفيديو الثاني عن درس التنسز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته